نشوفوا هذه أمام منتخب إثيوبيا وش تفكرك هذه المباراة مزيان؟ هنا نظرنا هذه ضد إثيوبيا المشكلة اللي صرع في هذه اللقاءات أنه ما غيروش الفريق يعني كانوا نفس اللاعبين اللي بدأوا وكملوا المنافسة صحة كنا مجموعة حاولي 24 لعب 22 لعب مكاشتون نظر المقابلة الثالثة ما كانتش عندها أهمية لأن الفريق كان متأهل ولكن ما تغيرش نفس اللاعبين اللي اللي لعبوا الأغلبية نفس اللاعبين اللي لعبوا ولهذا خلق خلل في المجموعة يعني كان بعضي أعتبر دفسو أنه جاي اللي ما عرفش رؤية لاش جاي في المجموعة يعني وكان اللي يتكلموها كان اللي يتكلموها يعني ما كانش حقيقة يعني بعد تغيير التاقم الفني ما كانش في صالح الفريق بصراحة لو كان ربما هذا رأيش كما هو أنا عاما لو كان رحنا بالتاقم الفني اللي كان ما تغيرش لأننا تعودنا مع العمل مع هذا التاقم هذا ربما كانت كنا نقدر نفوزه بلك خاصة مزيلا ذكرت أنت الجانب الباداني حوسين لاعب تأهل لعب مبارتيني كما قال مزيلا كان قادر المدرب في المبارتة الثالثة يريح اللاعبين يشلك اللاعبين آخرين ويتكون الجاهزية شوف نفس المشكل إحنا نحترمهم الشيوخة تعنا طبعا واللي ماتوا لا رحمهم واللي رامي طول عمرهم ولكن ما نشعب بعض الأحيان أسكو نقص التجربة لما خلتناش في كل مرة نديروا نفس الغلطات في في تمانينات في 82 في قاعد الكوسي إفريقية في النهائي وكذلك في الكاس عالم كاس العالم ما نغيروش اللاعبين بعض الأحيان أنت نتمت أهل وديت معك 22 اللاعب باش يكون عند المنافسة لقاعد اللاعبين ويكون حاضر ممكن في المقابلة اللي جاية أو معيش شر يكونوا دي بليسيو